باز مساء الفل مساء الفل لك عبد النهامي حبيبك ايه حشي حبيبك اكتر طبعا حياتي ليك وانشاء الله تكمل على خير ان شاء الله كنت موجود معنا الاسباق اللي فات وكانت معظم كلامك يمكن تنفس من خلال المباراة وعايزين كمان رؤيتك محضر لنا ايه طبعا للمهاردة والمباراة بكرة وشفت المباراة المباراة الاولى ازاي من خلال الارقام من خلال الاحصائيات تمام احنا المرة اللي فاتت تكلمنا ان من اهم مشاكل الرجاء هي الكرات السبتة او الكرات العرضية المتحركة عندهم مشكلة كبيرة جدا في خط الدفاع دايما يسيبوا مساحات ما بين السنتر باكس فيه مساحات كبيرة جدا التمركز عندهم مشاكل كبيرة فيه الرقابة وده دايما لما بنلاقي الكرات العرضية سواء من كرسات متحركة او الكرات السبتة هنا زي ما دكتور بايومي دلوقتي عرض ان فيه رقم لازم نقف عنده قولنا فيه 12 عرضية اللي عبهم من الاهلي واحدة بس هي اللي تمت تنفذت منهم الهدف مظبور بدين النهاردة عايزين نعرض ليه ليه ان الرجاء فهم ان الاهلي اكيد درسوا بشكل كويس فبالتالي بدأ ان هو يقفل على اطراف الاهلي اطراف الاهلي طبعا الخطورة سواء كانت من عندنا علي معلول طبعا مع حسين الشحات في ناحية الشمال حتى ناحية اليمين كان تاو حتى مع هاني لما كان يزيد معاه وشوفنا زيادة كبيرة جدا لديانج كان يزيد معاه من ناحية اليمين بشكل كبير جدا في بعض اوات المباراة عمل الرجاء عشان يقفل الكلام ده كله عشان يحافظ على على قل نسب الاستحواز ان هو يقف خطورة النادي الاهلي وهو عارف انه عنده مشكلة كبيرة جدا من العضيات بدأ يقفل على اطراف النادي الاهلي بشكل كبير معانا بعض الحالات اللي هنسترد منها ازاي يدروا ان هما يوقفوا اطراف الاهلي بشكل كبير جدا لو نبدأ نقارد الحالات معانا بص يا كابتناني حتى من ناحية الشمال دايما بص يعني حتى حسين الشحات علي اتنين على طول دايما في اتنين في ظهره حسين الشحات الوراء الحاكم على طول دايما في اتنين في ظهره ناحية الاقصى الشمال طبعا علي معلول على طول فيه رقابة في نص الملعب نازل واحد في اتنين يعني دايما فيه رقاب شكل دي يعني انت تتكلم خلاص يعني فيه مراقبة مزدوجة على حسين الشحات ناحية الشمال عند علي معلول في الطرف كمان الراجل الرايت وينج نازل وبيعمل أداءه الدفاعي معه صحيح حتى الديفندر بتاعهم له ده نازل حتى مع عمر السولية في ظهر ديانج فيه اتنين لو بصينا أقصى ناحية اليمين هتلاقي برضو فيه تمركز بشكل كويس جدا نفلين على محمد هاني ده هنشوفها في الحالة تاني لو نمشي برضو فيه عندنا أمثلة كتيرة مده مثال تاني يعني بص يا كابتن هاني نفس الكلام ركابة مزدوجة على حسين الشحات وراء واحد واقف لوحده بيغطي الجناح الشمال بيقفله تماما حتى علي معلول على الخط دايما عمين ككتل هذا موقف طبعا 4-3 موقف صعبي موقف صعبي جدا بيديقوا المساحات علشان يعرفين الخطورة دايما ممكن تيجي من هنا لحد لما بدأ ان احنا زي ما الكابتن تتكلمه دلوقتي كان دايما وبيومي دايما نلاقي كهرباء لوحده في جوه البوكس دايما عشان طبعا هنقول لكولر حل المشكلة دي ازاي ولكن ده برضو مثال سريع ناحية اليمين ناحية اليمين زي ما بيقول منه بيقفله على الاطراف ناحية اليمين نفس الكلام هنبص عليه 4-2 دايما في زيادة عبدية من فريق الرجاء قفل على اطرافنا بشكل كبير جدا الحلول كانت ايه ده اللي شفنا في الهدف الاول وفي اخر دقائق طبعا الشوط الاولاني بدأنا ونستعرض الهدف بالاول للنادي الاهلي طبعا الهدف محمد عبد الميناء من اوله كانت البداية من هنا كانت يعني لعبة بداية بلد من الخلف لقينا فيه محمد عبد الميناء منك كمهاجم تاني عشان يعمل الزيادة العددية داخل طبعا المستطيل داخل البوكس لو هنمشي الهجمة هنا بقى قدرنا ان احنا نهرب نمشي الديانج طبعا هو لعب الكورة مع حسين الشحات اللي بدأ يستلم يا كابتن هاني يعني المشي سريعا هنلاقي هنا تلعب الكورة عايز يحل يعني نرجع خطوة عايز حسين الشحات بدأ ان هو يلعبها في العمق يعني قالك خلاص انا الاطراف مقفولة عندي ما خلاص انت لو علي معلول لو علي معلول بيستلم على الخط الراجل سهل جدا يدفع علي لكن علي معلول قطع وحسين ان طايم تلعب وحتى هتلاقي بيرستاو عامل كمان الشكل ان هو عايز ياخد من وراء السنتر باك ودي كانت احد حلول كولر اللي حتى جي منها الهدف التاني وحنستعرض بعض الحالات حسين الشحات لعبها في العمقه كان حبيب ان هو يلعبها لبيرستاو اتعطعت ربط طبعا حسين الشحات المتابعة كانت هايلة جدا منه اخدها وبصها بسرعة ليه علي معلول لعمل الكوروس هنا بقى لو احنا نرجح نلاقي محمد عبد المنعم ده الزيادة اللي متكلم عليها كمهاجم تاني لا كمان خلي بالك ده بيرستاو كمان دخل يعني كان في الصور اللي قبل كده كان ما كانش فيه غير كهرباء لقينا دلوقتي في الصورة دي المهم جدا اللي انت بتتكلم عليه ان محمد عبد المنعم داخل وسط التمنتاشر عشان يزود الحالة الهجومية صحيح دايما احنا عارفين محمد عبد المنعم بيزيد امتى في كور السبتة اما هنا دلوقتي في كورة متحركة زادية وده تعليمات من مستر كولر كحل من الحلول لما لقى الاطراف كلها مقفولة بشكل كبير جدا داخل محمد عبد المنعم من كورة عادي متحركة كانت بلد اوب زي ما نشوفنا من البداية وكان مهاجم تاني هنا واحرز الهدف لو نكمل سريعا نحن عندنا بعض المشاكل لو كنا اخدنا بدنا منها اثناء اللقاء كنا احرزنا هدف اكثر يعني ما كانش فيه سكاننج بشكل كبير جدا لو نستعرض بعض الحالات التحركات من غير كورة يعني لو نكمل خلاص كده ده الهدف هنا كابتن هاني كانت البداية اللعبة هنا مع مراوان وشوف الاتنين دايما حسين الشحات ومعلول وقفين جنب بعض يعني هنكمل عشان نشوف التحرك بتاعهم راح ازاي نزل معلول خد الكورة حسين الشحات جري ناحية الجناح الشمال هنا في ناحية الشمال هنا انا عايز اوفرنا هنا حسين الشحات ما عملش الكروس يعني هو فضل مع ان انا نحن بنقول ان من اهم مشاكلهم هي الكروسات او الكروات العظيم بس خلينا نتكلم برضو يعني حتى لو عمل الكروس يبقى لازم كروس بالزبط لانه بيلعبه اربعة على اثنين يعني اربع مدافعين من الرجاء على اثنين موجود كهرباء وبيرسي تاو بس يعني في بعض الاحيان هولد على يعني الناس بتعمل هولد شوية ما بتعملش الكروس لو مش ضامن او ان الكروس ده رايح لوحد من فرقته يعني بالزبط هنا يعني حسين ما عملش كروس يعني لا اكتر من سابق زيما حضرتك قلت وبدأ ان هو يلعب الكرة في العمق بالزبط بالزبط طبعا هي اتقطعت ما تلعبتش يعني يعني لو نكمل خلاص يعني ما وصلتش بالشكل المزبوط اللعبة تانية برضو يعني زيني شوف برضو في تحرك لتاو من هنا انا عايز اعف هنا شوية عند تاو كابتناني بتكلم على محمد داني كان فاضي بشكل يعني كبير جدا وانا شايف ان تاو خد قرار سريع جدا في التسديد ويخبط طبعا في ظهر مدافع الرجاء انا كنت بشوف ان كان عندنا اكتر من 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 حل كان ممكن تاو هنا يباصي الكرة ناحية اليمين لمحمد داني كان فاضي تماما كان ممكن انا وجد نظري ان بعد دي قرارات فردية وان كمان كان لازم في الجزء ده كمان واحد يظهر له بشكله وباخر يعني يا كهرباء يظهر قدام المدافع علشان في الاحوال الزادية لو الدنيا مقفولة يقدر يسند عليها بنشوف داك الدور الانجليزي الطرف لما بيخش على جوه لو عنده فرصة للتسديد بيسدد ما عندوش بيبقى فيه البيك اوب ان فيه راس حربة ظهر له او واحد من الناس اللي بتزيد بتظهر له عشان يعمل معه الضبل باس طيب اللي بعد كده عنشوف هاجمة كانت سهلة جدا برضو للسولية يعني من هناك يعني نمشي سريعا علشان نوصل نشوف يعني برضو نفس الكلام ناحية الشمال نزل ناحية الشحات السولية كابتن هاني كان ممكن هو يجري هناك في ناحية الشمال لو شوف المساحة الكبيرة جدا في ظهر المدافعين ناحية الشمال رقم 17 السولية واقف في وسط الاتنين يعني انت التحرك من غير كورة وتحرك في المساحات ديك كان ممكن برضو تؤدي نحسين الشحات يرمهال وكان ممكن بشكل اخطر من كده عملنا ايه زي ما كنا بنتكلم مستر كولر بدأ يحل التكتلات او القفل على اطراف باللعب في العمق عندنا مثالين سريعا هاجمة لتاو برضو يعني نجيبها بسرعة هنا برضو نفس الكلام زي ما حضرتك قلت تاو بدأ يقطع يخش في العمق ويستقبل يعني نرجع الهاجمة بتاعة تاو اللي هيل باللعب في العمق كانت احد اسلحة مستر كولر يعني نكمل ونشوف لا دي اللي قبلها نرجع دي اللي قبلها طبعا المبصش اللي هاني او خد قرار التسديد عايزين نتكلم على اللعب في العمق كان فيه هاجمة التاو اللي قبل هدف بتاع حمدي يعني نكمل كان معنا لا بعد دي كمان بعد دي بالزبط يعني نحن ممكن نكمل نشوف هاجمة تاو الناحية اليمين دخل من ناحية اليمين لكابتن هاني كان قطع كرة عملها دابل باس بشكل كويس جدا مع ديانجو محمد هاني ناحية اليمين ودخل انفرد انفرد تام مع حاسماهية دي اللي انا منتكلم عليها بالزبط كان فيه هنا دابل باس كان فيه لعبة متحركة سريعة جدا ما بين وما بين ديانج يعني لو نكمل حنشوف التاو الفكرة الفكرة برضو خلينا بداية كانت هنا اه دي كانت دي تتكلم عليه فيه كسافة عددية وده دي نقطة المهمة اللي انت اتكلمت فيها باز بعد ما كنا بنشوف كهرابة الواحدة ولأ احنا لقيين دلوقتي حمدي فتح بعد ما نزل لقيين ديانج موجود حسين الشحات حتى مكمل علي معلول يعني فيه اتنين اربعة ستة سبعة لعيبة من النادي الالي على حدود التمنتاشر وده وده اللي خلى فيه شكل لخطورة يعني هنا الهاجمة دي زي ما كنا بنقول نفس الكلام يعني فيه كسافة عددية ولكن ديانج زي ما قلنا كان فيه دابل باس بشكل كويس جدا انفرض لو نكمل حنلاقي تاو اصبح في مواجهة المرمى يعني ده كانت حجمة خاطرة جدا وانتم الاعتماد فيها على اللعب ان هم لعبوها بشكل سريع ومن من العمر برضو هاجمة سريعة ده الهدف التاني اللي حمدي يعني ده هدف حمدي نفس الكلام خلاص بدأ الميستر كولر يحل المشكلة دي بزيادة العددية داخل الجوة التمنتاشر واللعب في العمر دي طبعا لما بيرسي تاو لعبها سروباس او يعني بلعب بشكل رائع جدا اللي حمدي وسجل منها الهدف التاني عايزين نقول سريعا ان الرجاء كان بيلعب ضغط عالي اجريسف يعني بشكل كبير جدا ذا اللي احنا متوقعينه بكرة في مباراة اه دي دي كانت البداية وكنا يعني الناس او حتى يعني الجماهير استغربت شوية انه بيعمل ضغط عالي من اول دقيقة في المباراة ويخلي بالك دل هيحصل بكرة يعني هيحصل ضغط عالي جدا في اول المباراة وده سبب طبعا لخطأ يعني كبير جدا لو هنكمل الحالة بسرعة يعني وحنشوف متولي طبعا بصام مع ماروان وبدأت قطعت الكورة وتسببت كانت خطورة يعني نكمل بسرعة هنلاقي نفس كلام الضغط العالي الاجريسف سريع جدا من فريق الرجاء استحوزوا كورة استخلصوها نكمل يعني دابل بص يعني هنا حتى من الخلف بتورينا المساحة بشكل كبير جدا كانت ما بين زكريا للصبار واللعب وليد صبار وزكريا ومحمد زريدة لرقم 19 اللي طبعا محمد شينيو تقلق ايه دي دي الاخطاء اللي يمكن اتوقع ان هما هيلعبوا ضغط عالي ضغط اجريسف بشكل كبير جدا اتوقع ممكن يكون سيناريو مباراة بيرامدز مع مستر كولة ممكن يسيب الاستحواز وممكن نلعب برضو كونتر اتاك زي ما قلت حضير عندنا بعض المشاكل في الكوتر اتاك ولكن انا اتوقع ان ممكن يكون سيناريو يمشي في هذا التجاه باز بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله الفوز لنادينا النادي الاهلي